اشتركوا في القناة اكد على استراتيجية ومتانة العلاقات المصرية الامريكية معربا سيادته عن تقدير مصر للدور الذي يقوم به مجلس النواب الامريكي في تعزيز الشراكة بين البلدين وتطلع لمواصلة الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في اطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة مؤكدا سيادته الحرص على التواصل مع مختلف دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة في اطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين ازاء مختلف القضايا من جانبهم اعربت القيادات الجمهورية بمجلس النواب الامريكي عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس مؤكدين على ان مصر تمثل حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في منطقة الشرق الاوسط ومعربين عن التقدير لدور مصر المحوري كركيزة للامن والاستقرار في الشرق الاوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الافريقية الى جانب جهود مصر النجحة في التصدي لخطر الارهاب والفكر المتطرف وارساء مفاهيم التسامح الديني وما سعيها المتزنة الرشيدة بقيادة السيد الرئيس للتوصل الى حلول لمختلف الازمات التي تمر بها المنطقة كما التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اعضاء تجمع اصدقاء مصر في الكونجرس الامريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي صراحة المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن اعضاء تجمع اصدقاء مصر في الكونجرس الامريكي اكدوا ان الولايات المتحدة الامريكية لن تنسى فضل مصر في فتح باب السلام ونشر ثقافة التعايش المشترك في منطقة الشرق الاوسط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة